لكن كما تعودتم دائماً ضربة البداية مع مقالي ومقاله هذا ليس وقت الهر وهقول لكم ليه مبارح ما في برنامج رياضي أو موقع أو حتى جران إلا والحديث عن أزمة محتملة أو شبه مؤكدة بين الأهل والمنتخب الأولمبي علشان مواعيد دورة توكيو القصة وما فيها الاتحاد الأفريقي عشان كده المهندسة عدى كانت جملته الاستهلالية هذا الجدل اللي موجود مسؤولية مين ومين الجان ومين المجنة عليها لأنه المواعيد ببساطة كابتن شوق غريب هياخد بعثة المنتخب الأولمبي ويسافر توكيو يوم 16 سبعة النادي الأهلي بإذن الله تعالى لو بإذن الله يتخطى التراجل التونسي الموعد اللي الكاف حدده للنهاء دور الأبطال يوم 17 سبعة في الدر البيضة مباراة واحدة هنا سمعت مبارح الموندسة أحمد مجاد قال إنه اللجنة الأولمبية الدولية ما عندهاش أي استعداد لفتح باب الفقاعة الطبية بعد وصول البعثة بمعنى إنه البعثة هتسافر يوم 16 ممنوع إنه حد يلحق به هنا أصبح هذا التعارض الشديد جدا أنا باش موندس اللي المفروض مش وقته لأنه إحنا بنتمنى بإذن الله تعالى إنه ده ما يأثرش على اللعبة وعلى تركيزها وهي بتخوض مباراتين مع الترجي في نصف النهائي مخدال اللي ألهمني أنا تابعت الكلام ده وكان تركيز الكابتن أحمد مجاد يوم 17 هو مفتاح المشاكل كلها لأنك حتسافر 16 وممنوع تسافر بعدها بيوم طب ممنوع ليه؟ أنا عايز أعرف خد إجراءاتك يا أخي وكل الاحتياطات اللي أنت عايزها ومحدش يخش إلا بالقيود اللي أنت حطيتها أي لكن مسألة مليش دعوة أولا نخش هنا هو اللجنة المنظمة خدت هذا القرار بما تمليه عليها مصلحتها والتسهيلات التنظيمية اللي هي محتاجاها اللجنة المنظمة للدارة الأولمبية أي لكن اللي بيحط لنا أو المرجعية بتاعتنا كلنا قرارات اللجنة الأولمبية أي كان ينبغي على اللجنة الأولمبية وتتخذ هذه القرارات التنصيخ مع الاتحاد الأفريقي لأن كمان بطولة الاتحاد الأفريقي بطولات مهمة لأنها مؤهلة لكأس العالم للأندية وهي بطولة مهمة صحيح فكان ينبغي الاتنين يكونوا حرسين جدا على وصول إلى صيغة حاكمة أما اللجنة الأولمبية تقول لك والله أنا مش بلزم اللي دي هتقدم لعبتها للمتخبات طيب هالمتخبات اللي هتسافر بدون النجوم ها هتكون على حساب قوة المسابقة في الدارة الأولمبية نمر اتنين على المصلحة المباشرة للمتخبات اللي عندها نجوم من طراز فريد يعني هناخد المثال بتاعنا لو محمد صلاح كان اللجنة اللي قالت يحصل تفرق للنجوم أو بتوع المتخبات المرافقين لمنتخباتهم كانت هتحل الأزم لكن قالت لك لا كل واحد حور الأجندة الأولمبية غير الدولية غير الدولية طيب ده معناه إيه؟ معناه إن الأندية ممكن تتمسك بلعبتها هنروح داخلين على نوع تاني من المشاكل هو بالنسبة للعبتنا اللي موجودين برا كابتن محمد صلاح كابتن مصطفى محمد لو كانت رزيجيه موجوداً كان بيفكر في حجازي كمان حجازي أي كان بقى ما طبعاً طب إنت النجوم دول لو إنت طلبتهم قديتهم يتوافق ما توافقش وغالباً مش هتوافق اللي توفق ليه؟ لما ممكن ما توافقش لما ممكن ما توافقش إلا إذا كانت اللعيبة حيضغطوا بحكاية ما هو خلي بالك حط برضو اللعيبة في المعيار ما هو اللعيب ممكن يجي يقولك إيه؟ الله هو أنا حلم حياة ألعب دورة أولمبية هتجيلي الفرصة دي تاني إنت ما أنت عندك الاحتراف الأوروبي والدورة الأولمبية والكاس العالم دي التلت محطات المهمة جداً في حياة أي لاعب آآ لاي التحاد محلي لما تحققوش التلاتة دول يبقى اللعيب ولو عنده فرصة يحققاهم هيرجع تاني يندم ويقول أنت حرمتني من فرصة كبيرة تعالى بقى ناخد الأندية ده ده من ناحية المنتخبات طب وهو الأندية يعني زي النادي الآلي وغالباً بيرامنز بيرامنز ما عندوش مشكلة لأنه فاينال كونفدرالية لو وصل لها إن شاء الله يوم عشرة لا خلاص دخارت برها المالة يوم ستاش يعني فيه ست أيام اللعيبة تيجي وتنضموا ما فيش أي مشكلة هي المشكلة هقول لك أنا كابتن شوئي غريب دلوقتي يعني الزملاء في الإعداد بيبلغوني إن كابتن شوئي دلوقتي على إحدى القنوات بيقول أنه رشح ثمن لعيبة من الكبار عشان يختار ثلاثة منهم طبعاً هو وكي عنده ستة من الأهل يعني عنده من الأهل اللي مختارين وللعبوا مباراتين اللي هم في السن الأولمبي اللي هم في السن الأولمبي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفي وأحمد رمضان بيكهم ومصطفى شوبيع دول الستة اللي هو كيه في السن الأولمبي مع الكابتن شوئي من حقه يخدهم طيب حد الثمانية هيختار منهم ثلاثة منهم كم واحد من الأهل الشنوي وأبو جبل الشنوي أهلي الشنوي وأيمن أشرف من الأهل يبقى عندك أنت ستة مؤكدين واثنين محتملين خاطت كبان مع الشنوي وأبو جبل أيمن أشرف ومحمود حمد الوينش وإحجازي وطارق حامد ومحمد النني ومحمد صلاح ما توصلش مع أندية للعيبة اللي فوق السن اللي أولمبي إلا مع ليفربول عشان صلاحه حتى الآن ليفربول رافض وما وفقش فالموضوع معلق لكن المهانس عدي لما أشار لحطة التعارض دخول القرية الأولمبية كإجراء أولمبي دي مساء المعروفة متحددة مساء يوم 16 هنا المهانس عدي لما حدد الطرفين مين الجانب ومين المجنى عليه اللجنة الأولمبية الدولية اللي بتنظم إجراءات دخول القرية الأولمبية خاصة في هذا التوقيت والجائحة ومخاوف كورونا والاشتراطات والظروف الاحترازية كان لازم أن تبص للكاف أو اتحاد المصري لكرة القدم دلوقتي اللي بيمثله في البطولة وحتى الآن المفروض ما نستناش لغاية نشوف مين اللي هيروح فينال ومين مش هيروح لأنه مش هيبع عندك وقت بعد مطش العودة مع الترجل المشكلة المشكلة لأنه عندك منتخبين اتنين الكرة بتاعتهم بتشارك في توكيو مصر وجنوب أفريقيا جنوب أفريقيا عندها كايزر تشيفز بيلعب السيمة فينال مع الوداد المغربي يعني عنده فرصة محتملة أنه يكون موجود في النهائي بس حتى الآن مش معلوم منتخب جنوب أفريقيا هيسافر توكيو إمتى قبل 16 ولا بعد 16 وعنده كم لعب من كايزر تشيفز وإيه مشكلتهم أساسيين مهمين لكايزر تشيفز ولا في السن اللولمبي الأصغر فبالتالي المشكلة الكبيرة هي مع الناد الهن إنك عندك ست لعيبة أولمبيين واتنين محتملين من الكبار قطعا مسماني ولا أي حد يقدر يستغني عن لعيبة بالحجم ده والتأثير ده والمستوى ده في مباراة نهائي إن شاء الله أن يكون طرف فيها هنا أتصور يجب أن يظهر دور المهندس هاني أبوريد لأن أنت عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا أنت المفترض المنوط بالاتحاد الدولي حل هذا الإشكال فيما بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد القري اللي هو عنده علاقات كبيرة فيه وعنده صفة يتكلم بيها عشان كده فك المسألة فليكن المنتخب يسافر بإذن الله تعالى يوم 16 ومن يتم اختياره من لعبة النادي الأهلي يلحقوا بالبعثة في ملحق للفقاع وده اللي بقوله بقى مين الجاني هنا عدم التنصيق بين الاتحاد الإفريقي واللجنة الأولمبية الدولية والاتفاق وترك الأمر مش عارف لمين يحلوا إذا إذا الأندية صممت حيقتتها منها ما رأيتش مصلحة المنتخب الأولمبي لا أكتر من كده هتلاقي العبث بعقول اللعيبة اللي هي والضغط عليهم دلوقتي أعطاء الضغط إعلامي وضغط من أطراف أخرى وعلى عشان كده بقولك ده مش وقت الهاري اللعيبة دي محتاجة تركز أنتو ما الأهلي يفكر في مصلحته بس طب لو الأهلي قالك اعمل اللي أنت عايزه يبقى أنت بتضحي بمصالح النادي الأهلي في تحقيق مجد ومصالح جماهرية ضخمة ما أنتش عارف هتتكرر معك تهيني إمتى وكأن الرهان يا أستاذ إبراهيم دائما في كل سنة نقف في هذا الموقف قال لا يفوز الآن يبقى يريحنا يعني يخسر بقى أو ما يكسبش ويريحنا بس لو كسب نبقى نفكر يا سيدي حل وخليك بتتفاعل خيرا وتحسن النية وتريح اللعيبة والناس كلها تبقى معاك ما أنت برضو جماهير الأهلي لو شعرت أن محدش بيراعي مصالح الفريق ممكن هتجد مشاعر سلبية لدى البعض اللي إحنا مش عايزينها يعني لما طلعت نغمة قطعو المنتخب علشان كلام فارغ إمام عشور أنا كلمني واحد كنت حاسما معه إيه اللي بتقوله ده إيه الكلام اللي إنت بتقوله ده إنت مدرك إنت بتقول إيه أول ناس حريصة على مصلحة المنتخب وأن يقف جمهور الأهلي خلف المنتخب يقدرت الأهلي وهو الأهلي نفسه طبعا كقيمة طبعا فهذا الأمر إحنا مش هنبصل السفاسف دي عشان إحنا نغيص بعض الكلام ده لكن دي في قضية ضيقة يمكن يمكن أن إحنا نؤثر فيها لكن قضية المصالح والمشاركات شديدة الحساسية لكل الأطراف للعيبة سواء قعدت مع عنديتها أو سفرت مع متخباتها في الحالتين اللعيب حيعاني أزمة نفسية إنه يشعر أن الجمهور أنه خزى الجماهيره أو يشعر أنه ضيع على نفسه فرصة مجد شخصي في المشارك كده أو كده أي قرار حيقع أحد الشعورين دول إيه الأندية لو تمساكة من العمية تعطيت التان بالأنينية وعدم إدراك مصالح منتخب ولو فرطت أو يعني تعاونت على حساب مصالحها تاريخيا ما حدش هرحم طيب على فكرة عمليا الحل ممكن جدا لأنه إذا كانت الإجراءات في الفقاعة الطبية أنت لازم أن تخضع ثلاثة أيام قبل ما تلعب المباراة الأولى للمنتخب يوم اتنين وعشرين سبعة يعني قام سافر ستاشر يعني فيه ست أيام قبل ما يلعب أول مباراة ما فيش أي مشكلة إن اللعيبة تسافر سبعتاشر تدخل الفقاعة يوم تمنتاشر لا تمنتاشر تبدأ تتمرن يوم واحد وعشرين قبل المتش بيوم تمنتاشر تسافر آه يعني يوم تمنتاشر أنت حيبقى عندك لسه أربع تيام هتقعد ثلاث تيام في الحز وترجع تتمرن قبل المباراة بيوم وخصوصا إنك أنت يعني حيبقى الخلاف على ثلاثة أربع لعيبة مش حيبقى خلاف على الثمن لعيبة أو وحيكونوا جاهزين ومتمرنين يعني فرحنين عشان كلنا يتمنى الخير لبعض ما تشعرنيش أن انت عشان تحل أزمتك هيبقى الآهل يخل ويرايحنا لا عايزين الآهل يكسب وعايزين جمهور نادي الآهل وراء الدنيا كلها وده الطبيعي ده الشعور الصحي اللي احنا عايزينه في الرياضة ان احنا ما نبقاش فيه انتهازية على حساب بعض يعني ما نتمنى من المهندس أحمد مجاهد ومن الكابتن شاو غريب اليومين دول بس وهانا بريدة وهانا بريدة طبعا الحل عنده بس على الأقل الاثنين المسئولين المهندس أحمد مجاهد وكابتن شاو غريب لا بلاش تعاطي مع البرامج الرياضية المختلفة في إثارة الأزمة لأنه ده بيأثر بالضغط على اللعيبة اللعيبة اللي عندها الرغبة في الحلم الإلوم باللعيبة اللي عندها الرغبة انها تبقى موجودة في توكيو ما يبقاش الضغط والذين برضو عملوا مجر ونسمع رأي عامة تاني بالك يا أستاذ إبراهيم نسمع رأي عامة تكسب بطولة تأديت أفريقيا وترجع تلعب تاني عشان ربما تحقق مركز أفضل مجد كبير للعيب مجد كبير للعيب فأنت بتتكلم في المصلحتين لكنه انه يكون الضغط دلوقتي واللغة اللي تسود انه النادي الآلي بيفكر في نفسه والنادي الآلي مش عايز يضحى عشان مصلحة المنتخب اللي لومبي ويبدأ الضغط النفسي على اللعيبة واللعيبة عندها مباراتين مهمتين جدا مع الترجي زهابا وعودة محتاجين تركيز محتاجين جو أفضل من كده بكتير ونقدر نحل المسألة بدون هاري وبدون أي تصعيدات ما لهاش أي لازمة الحل ممكن لو الاتحاد المصري مع الاتحاد الأفريقي خطبوا اللجنة الأولمبية الدولية على تحريك موعد دخول المنتخب أو بقية المنتخب الفقاعة الطبية ومش عايزين نسمع كلام لا مش ممكن واليابانين رفضين لا رفضين ايه انت أصلا انت اللي معندكش تنسيق انت بتتكلم قبل المباراة بستة أيام كمان لا فيه تنسيق بين الاتحاد القاري واللجنة الأولمبية ربما يتحل الموضوع دي نقطة بس أنا عايز عايز أقولك يعني هو احنا ليه بنفكر باستمرار ان الاحتراف هو برا واحنا ما عندناش احتراف رغم ان الاحتراف عندنا كلفته أعلى كلفته أعلى وتأثيره أقوى على السوق المحلي طبعا يعني احنا قد نقبل ان ريفر بول يقول لصلاح لا نقبل ان الهلال او الاتحاد السعودي يقول للاحمد حجازي لا نقبل ان جلطة سراي يقول لمحمد مصطفى محمد لا هنقبل هذي هنقول لك الانديعة تمساكت لكن لو فعلها الاهلي او اي نادي مصري انت بتقول ايه عم انت هو يا جماعة من من باب اولا تقدر ظروفه الانديعة الخارجية اللي انت بتقول اصي دا حقاها وكأن الانديعة المصرية بتلعب بلايستيشن مش بتلعب دوري محترفين له كلفة وله وعندها لعيب وعندها قيمة محددة وله تدعيات مباشرة عالكرة المصرية دا دول اللي لهم تدعيات مباشرة عالكرة المصرية صحيح اتاخدك فوق وافتاخدك في تصنيف اعلى فنرجو انا كنت عايز اخد كلام كده اقول للمصطرة ومش المصطرة ها يعني يعني بس انا المصطرة كنت اخدها من الجانب الاقتصادي برضو حنقشها يعني لكن انا انا عايز بس والنبي الناس كلها تاخد الموضوع دا وهي كلنا نقعد في كراسي بعض مفيش حل تاني نتمنى يحدث هذا ولا دعي لكل هذا الهاري وهذا الهفد وهذا الجدل وهذا التأثير على تركيز اللعينة